سمس ماني من المدربين اللي بيغيروا طرق لعب تقريبا مباراة ومباراة يعني مرة يلعب 4-4-2 مرة يلعب 3-4-3 مرة يلعب 4-3-3 مرة يلعب 4-2-3 واحد اكتر مدير فني جي من ساعة معينة عالكورة عليه لغط مع انه بياخد بطولات كتير جدا ناس تقول ما عندوش فكرة يا ريتنا انا ما عنديش فكرة او الله طيب اسألك سؤال اجيب واحد نص ونص او ناس فيه ناس مقتنعة بيه وناس مش مقتنعة بيه انا مقتنعة بيه اكيد بيعمل حاجة اكيد فيه شغل ولا اجيب واحد بيلعب كرة عالي قوي وكل ماتش 3-4 ومكسر الدنيا بس ما خدش غير بطولتين او بطولة واجيب واحد عليه لغط كتير بس سواء خد 6-7 بطولات انهي لحسن الاهل بتاع بطولات الاهل بتاع بطولات الاهل بتاع بطولات اه يعني ما انتكلمنش في كرة لا 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 انت لو مرة على الاهل سنتين ما خدش الدورة دي تبقى مصيبة اه لو مرة عليه سنة ما حد خد دخلش الخزنة اي كاس من الكاسات اللي موجودة دي تبقى مصيبة انا شايف موسيماني طرق اللعبة الكتيرة اللي بيغير فيها مش هو بيغير من التغيير هو القماشة اللي موجودة كابتن كل شوية تطع منه يعني يثبت على بدر بنون يثبت على اكرم الاتنين شكرا يروح مدخل تاني تاني يروح مدخل ياسر ابراهيم يثبت قدام على شريف تلاقي بالشريف ما بيجيبش جوان يروح مدخل طاهر طاهر وحسين الفترة اللي من شهرين ثلاثة كانوا في الديفريزر صح يبتدوا يفكوا دلوقت شوية وشغالين الحمد لله دي طرق اللعب هو الرجل بيغيرها على اساس اللعبة اللي موجودة عنده الجهزة ودي انسب طريقة للاهل اللعب بيهاموتشو السطيف اللي هي اللي هي اربعة اتنين تلاتة واحد هو لعب اربعة اتنين لان كان عمرسل يامس موقوف فلاعب اجباري بأليو ديانج وبحمدي فتح هم لما يبقى التلاتة موجودين بيلعب التلاتة بس اقول لك حاجة ومفتكر معي المباراة انا حسيت انا طبعا هي على الورقة اربعة اتنين تلاتة واحد بس حسيت في كثير من احداث المباراة كهيت اربعة اتنين 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 اللي هي اربعة اربعة اتنين اه وافكرك اه انه كتير قوي كان بيرسي تاوي مهاجم ناحية الشمال شوية وجمه طاهر محمد طاهر ناحية اليمين حسين الشحايت كان على يمين هنا وإحمد عبدالقادر تحتيهم بس الميزة العظيمة في المباراة دي التغيرات اللي كان بتحسب بين الاربعة انا انا بقول لك يعني انت هتلاقي كل واحد فيهم في حت هتلاقي حسين في الصندوق وطاهر برا هتلاقي حسين في الصندوق وطاهر برا هتلاقي حسين في الصندوق وفيه عبدالقادر جوه لدرجة ان حمدي فاتحي هو اللي عمل أسست بتاع كل حسين الشحايت اللي جابها في الآية جوه منطقة الجزاء اللي مركزية اذا ما محدش بيلتزم بمكان ليه حسين بيلعب يمين وشمال طاهر بيلعب يمين وشمال بيرتتاوب بيلعب على الاطراف وبيلعب فرود احمد لعب قادر بيلعب شمال وبيلعب يمين فالاربعة الترميه في اي حتة فيه معشان كده بقول لك قفشة لازم لازم يغير طريقة العشر يخش في المعماعة دي انت عندك اربعة بتحركوا ودي من اسباب وانا رأي ان يلعب بالطريقة دي في الوداد ما ينفعش ألعب بتلاتة دندر تاني واجيبهم عندي يوداد لعبت كورة لو لعبت بتلاتة وقابلت من تحت وكل ده حفظة للتضغط 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 مش هلحق ألمي نفسي صحيح يعني في الوقت قيلة صحيح فانا انزل باغت عليهم انا جاي باربعة جوان يعني الاهل بقاله فترة حتى ماتش الرجاء لا بيوصل الجون كتير هو بيضيع الاهل في المحليا لا مش مركز بني وبنك عنده ليه الدوري موجود وبعدين هو اخد اتنين واربعين دا بس الدوري تسحب منك السنة اللي فات يتسحب مرة يتسحب اتنين لا عصد بالنقطة السهلة اللي بتضيعها دي أنا معاه انا عايز اقول لك على حاجة اخد الدوري ولا اخد كسافرك بالنسبة لنا لا بالنسبة لنا اي بطولة يعني اي فالأهل يخش اقول لا بس لا لا بالنسبة لنا بالنسبة لي لو بمقاييس أوروبية فالناس بتحسبها بالبطولة هناك وتختار ممكن يقول لك اخد دولة أبطال أوروبا ما اخدش الدولة السنة اللي بتاع بس بالنسبة لنادي الاهلي عايزة كل حاجة يقول لك لو هتشارك في بطولة رمضانية هتاخد الدولة اه اوكي اوكي انا معاك انا معاك حلو الكلام ده بس القماشة والظروف والدنيا واللعيبة المصابة ما عنديش غير نركز فين هاق افريقيا نهاق افريقيا ماهو تلاتة عالتوالي طبعا يا اسفنا بأسفك فضل لا يا كابت فضل ماهو انا برضو لو انا هتكلم بسقود جمعية النادي الاهلي تمام النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي عندها جاهزات وعدها عدد كبير من اللعبين نه بيتهيقلك والله بيتهيقلك محمد محمود مصاب بعيد اوي محمود متولي ماهو لسه طيب فين حسن حسن بعيد فين مكي سوني بعيد فين بعيد اوي حيسين الشحات كان بعيد بيبتدي يرجع طهر كان بعيد محمد محمود محمد محمود اربعة خمسة على الورق تقال اسامية قيلة انما انا اقدر اشتريك لعب وليد سليمان من اول مطر عندك وليد سليمان مقدرش ابتدي به من اول مطر ماهو انت اللي بتختاري اللعبة دي قبل بداية الموسم عشان بتشارك في بطاقة لا 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 محمود متولي لو جاهز يلعب على الناس دي كلها لا 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 لعب كبير زي السلية كده ورامي مصاب برضو ورامي ربيع مصاب ورامي ضلع محمود حسن ده ده في الدورة بدر بنون اكرم توفيق انت على الورق الناس فاكر الاهلي عنده فرقتين لا الاهلي عنده حداشر ومعهم اتنين من بس الباقي كله لعيبة كبيرة بس مفاية لسه زي الزمالك الزمالك عنده حوالي 13 العيب بس او 14 العيب بس الزمالك عنده ظروفه موضوع قيد والاهلي عنده ظروفه وموضوع اصابات اصابات كثيرة قوي قوي فانا من اللعبت النادي الاهلي انا هلعب كاس عالم الاندية تاني اجهز نفسي ايه ولا انزل العب مع المقصة والمحلة وصيراميكا واموت نفسي ويطير مني ثالث كاس عالم الاندية طيب عايزة افتح معك موضوع ظريف وانح نخدم فضل محمد صلاح قال تصريح شهير جميل قال ان هو بيعتمنى يلعب قدام ريال مدين في نهاية دورة ابطال اوروبا هل التصريح عيب؟ لا مش عيب ليه بقى الناس قالت انه عيب وما كانش مفودي الناس برا ولا هنا؟ هنا اكتر من برا اه في حاجات يا كابتن اه هي بتتقال برا احنا بنفهمها غلط برا بالنسبة لهم عادية جدا وقال السقر من فريق الاندية احنا لو قلنا هنا السقر يقول لك يا عم دي مش حرب يا عم لأ امش عافية اصل السقر بمعناها ايه؟ ما كسب ماتش انا بسقر منك في بطاولة انت كسبتني النهاردة انا كسبك بكرة في كوتشينا في كورة انت فعبني؟ مش كسبك في الطاولة انا بس اعرف اللي عبتها بلاص انا شكرا مش تجامد في الطاولة انت لو انت هدي لو انت اللي عيب طاولة تكسبني طيب النقطة انه انا مش عيب طبعا لا لا محمد صلاح يقول لي هو عايزه قالك انه صلاح كيف يحط نفسه تحت ضبط لو ريال مدريد كسب النهائي بقى هو كده هيبقى حفلة لي كعبت الماص ده اخت ايه؟ اه وممكن يخسر وممكن يكسبه صلاح عدى بحاجات كتير قوي محدش فينا عدى عدى بظروف هو ورحمد حسن ميدو ميدو العالمي وهاني رمزي الناس دي عدت احنا هنا اخيرنا النهاردة انا مركز قوي عشان عندي بكرة الزمالك والدوري والدنيا ده اخري اخيرنا معظمنا تلت تربة لعبة الدوري المصري هنا على ايامنا ولا على ايام دي كلها في المحك المحل الزغير لا الناس دي شافت حاجات وطلعت وقبلت ووقت افتكر ان هم بره ما بيحفلوش على بعض العيبة مع بعض ويتكلموا على الحاجات دي بالنسبة لهم عادي وما يشوفوا بعض عادي بيسلموا على بعض ويتحكوا